حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجرس الوزراء حكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجرس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجرس دبي للإعلام اللقاء السنوي للإعلاميين والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي وأقام سموه خلال اللقاء بتكريم رواد إعلام دبي الذين ساهموا في بناء إعلام الإمارة وتعزيز قدراته وترسيخ أركانه ضمن مختلف مساراته الصحفية والتلفزيونية والإذاعية حيث أكد سموه أن عطاء وجهود الرواد من أهل الإمارات هو بمثابة الأساس الذي انطلقت منه مسيرة التطوير والنماء المباركة في الدولة حيث كان لعطائهم كل في موقعه أثاره في كتابة قصة نجاح انطلقت بها الإمارات نحو الريادة العالمية لتصبح اليوم بكل ما يتحقق على أرضها من إنجازات محط أنظار العالم وتقديره وقال سموه الرواد الذين أسهموا في تأسيس إعلام دبي رسموا ملامح إعلامنا المحلي وكان لهم دور في تعريف العالم بثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا ورؤيتنا للمستقبل وكانوا شهودا على مرحلة التأسيس الأولى للدولة ونقلوا بأمانة وصدق ما تضمنته من جهود بناء وتطوير في شتى المجالات نشكرهم ونثني على ما قدموه من عطاء لا يزال إلى اليوم محل كل تقدير ودعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الشباب إلى الاستفادة من خبرات الأجيال السابقة وما تحمله من دروس مستفادة بغية التأسيس عليها والانطلاق منها نحو أفاق تطوير تراعي متطلبات العصر ومتغيراته وقال سموه على الشباب الإعلاميين الاستفادة من تجارب الرواد وخبراتهم لتقديم إعلام جديد قوي ومنافس الجيل السابق اجتهد وأجاد وتميز رغم قلة الإمكانات واليوم الفرصة أكبر أمام الشباب لتأكيد جدارتهم وتقديم إعلام يواكب طموحاتنا للمستقبل